لم تجد التهديئة طريقها بعد إلى مدينة الحديدة في ظل اتهامات متبادلة بين التحالف والحوثي بوضع العراقيل أمام مفاوضات السويد القادمة لكن من المسؤول عن إفشال جهود التهديئة؟ وفق وكالة أنباء السعودية واس فإن التحالف اكتشف ما يزيد على 80 لغما بحريا زرعته ميليشيا الحوثي منذ مارس 2015 ودمر التحالف وفق المتحدث باسمه ترك المالكي ما يفوق 30 لغما زرعه الحوثي الأيام الماضية وهذا بحد ذاته كما يقول المالكي دليل قاطع على السمرار الحوثي في تهديد السلامة البحرية للملاحة الدولية وفي الوقت الذي لم يصدر من ميليشيا الحوثي أي تعليق لاتهامات التحالف بخصوص زراعة الألغام في البحر الأحمر إلا أن المتحدث باسم الميليشيا محمد عبد السلام اتهم التحالف بشن أكثر من 30 غارة جوية على الحديدة تاتي اتهامات خرق التهدياء بالتزامن مع تحركات المبعوث الأممي مارتين غريفث للقاء قيادات في ميليشيا الحوثي ومسؤولين في الشرعية في إطار تحضيراته للمفاوضات القادمة تحركات المبعوث الدولي لاقت استياء من قبل الشرعية التي جددت رفضها لاقتراح الأمم المتحدة تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث واتهم محمد العامري مستشار الرئيس هادي المبعوث الدولي بتعقيد المشهد اليمني بسبب ما أسماه الليونة الزائدة مع ميليشيا الحوثي المعطيات الميدانية والدبلوماسية تشير إلى أن الطريق إلى السويد ملغم فالمعارك لا تزال مستمرة في ظل فشل أممي في بناء تدابير الثقة بين الشرعية والانقلاب لكن الأكثر تعقيداً هو فقدان الثقة بالمبعوث الأممي ذاته